لو أنك عم تستخدم نيكس أو اس أو نيكس باكيج مانيجر حالياً أو عم تفكر أنك تنتقل تستخدم نيكس أو اس بالمستقبل فرح تلاقي موضوع اليوم شيق واللي رح نحكي فيه عن مفهوم الفليكس على نيكس سواء الباكيج مانيجر أو الأو اس فخليك معي لنهاية الفيديو لنعرف شو هي الفليكس بالمقام الأول ونشوف مثال عملي عن استخدامها على نيكس أو اس ألا وهو تفعيل السكيور بوت على نيكس أو اس اللي سميتها بالفيديو السابق عن السكيور بوت بالتوزيعة المشكلجية فبالبداية شو هي الفليكس اللي متابع القناة من بداياتها بيتذكر أني حكيت عن نيكس أو اس بأكتر من فيديو واللي رح تكون روابطهم موجودة بسندو الوصف وذكرت أنه نيكس أو اس تستخدم مفهوم القنوات أو التشانيلز لإدارة الإصدارات أو الفيرجينز للبرامج أو الحزم المثبته على النظام بس هاي القنوات بتم تعريفها أو إضافتها باستخدام أمر نيكس داش تشانيل وليس ضمن ملف الكونفيج اللي هو نقطة قوة نيكس أو اس بالمقام الأول واللي بيستخدم لإدارة وضبط النظام بالكامل فهون بيدخل عندي مفهوم الفليكس على نيكس واللي كمان وبشكل مشابه للتشانيلز بيسمح بتحديد فيرجين الحزمة اللي بدي استخدمه ولكن على خلاف التشانيلز فمع الفليكس فتحديد فيرجين الحزمة بتم عن طريق ملفات الكونفيج وبالتحديد ملف اسمه flake.loc واللي بيحفظ كافة المعلومات عن كل حزمة مثبتة عن النظام بما في ذلك الفيرجين هلا بالتأكيد هاد الفيديو رح يكون مجرد مقدمة عن الفليكس لأنها بتاخد شوية وقت لبين ما تتعود على استخدامها وتشوف configuration أشخاص تانين وتشوف ما إذا كانت بتناسب استخدامك للنظام أو لا بس بشكل سريع بنحكي أنه الفليكس بعدها ميزة تجربية على نيكس ولا استخدامها لابد من إضافة سطر جديد بملف الكونفيج الأساسي اللي مثل ما ذكرنا بالفيديوهات الماضية بيكون محفوظ بمسار slash etc slash nixos فبهذا المسار في عندي ملف الكونفيجريشن.nix فبهذا ملف الكونفيجريشن.nix رح نضيف السطر التالي طبعا السطر بإمكانك تضيفه بأي مكان بدك إياه أنا رح ضيفه بنهاية الملف فالسطر أكيد موجود على ويكي نيكس أو اس فرح نيجي ونقل له copy واللي هو عبارة عن أني عمالي قوم وضيف two comments اللي هنه nix-command واللي flex ومثل ما اللي شايف فحكيت أنه هي experimental features هلأ رح نحفظ هاد الملف ولازم أني أعمل إعادة بناء للنظام لحتى تصير ميزة الفليكس متاحة مثل ما شفنا بالفيديوهات الماضية فرح نقل له sudo nixos-rebuild space switch وبعد ما تخلص عملية الbuild رح تصير كافة الأوامر الخاصة بالفليك قابلة للاستخدام هلأ لا تخلي سماع كلمة أنه الميزة ما زالت تجريبية تمنعك من استخدامها لأن الميزة جازة للاستخدام وتقريبا ما يقارب 50% من المستخدمين الهاردكور لنيكس او اس بيستخدموها لإدارة النظام بالكامل بالتزامن مع استخدام الhome manager اللي حكينا عنه بالفيديوهات السابقة ومستغنيين بشكل كامل عن استخدام ملف الconfig التقليدي هلأ حكيت من لحظات أنه إدارة إصدارات الحزم بيتم التحكم فيه عن طريق ملف الفليك دوت لك بس نحنا فعليا ما رح نستخدم هاد الملف وإنما رح نستخدم ملف تاني اسمه فليك دوت نيكس وهاد الملف ممكن أنك تقوم بإنشاؤه أو تحطه على أي مكان بترغب فيه على نظامك بس جرت العادة بين مستخدمين الفليكس أنه يحطوا هاد الملف ضمن مسار اسمه دوت دوت فايلز بمسار الhome الخاص بالمستخدم ونحنا رح نمشي مع الأغلبية فرح نقوم بإنشاء هاد الملف وطبعا هنين بالعادة وقت اللي بيعملوا هاد الملف أو هاد المسار بيحطوه بمستودع جيت هب نحنا بفيديو اليوم ما رح نطر لموضوع الجيت هب فبس رح نقوم بإنشاء المسار والملف فعلى الhome directory أول شي لو رشعت الhome directory فرح نقل له make dir dot dot files ورح نقل له and and cd dot dot files هلا بهذا الملف بهذا المسار اللي رح اعمله أول شي اني رح انسخ ملف الconfiguration الأساسي لهذا المسار لاني رح كون بحاجته فيما بعد فرح نقل له cp slash etc slash nixos slash configuration dot nix ونقطة لا ينسخوا للمسار الحالي وكمان رح قوم بإنشاء ملف جديد اللي رح استخدمه عواضا عن el flake dot lock لأنه مثل ما حكيت ما رح استخدم el dot lock وإنما رح استخدم el flake dot nix فرح نقل له touch flake dot nix هلا لو قلت له ls dash la رح شوف انه في عندي الملفين اللي حكيت عليهم اللي هنن el configuration dot nix والl flake dot nix ورح ندخل مباشرة بتفاصيل محتويات هات الملف بس لو انك متحمس لمعرفة شو شكل هالمحتوى فياريت تنورنا بضغط زر اللايك والاشتراك بالقناة لو بعدك غير مشترك ولا تنسى ترك تعليقك المميز بقسم التعليقات يلا خلينا نفتح هالملف الفلتة ونشوف شو رح نعمل معه فرح نقل له vim flake dot nix هاد الملف مثل ومثل اي ملف config خاص بNix OS رح يكون دائما كل المحتوى موجود ضمن اقواس الاقواس المنحنية طبعا وضمن هالاقواس المنحنية رح نضيف المحتوى اللي بدنا ايام فالمحتوى بشكل اساسي رح يكون عبارة عن ثلاث اقسام القسم الاول رح يكون عبارة عن description وهو عبارة عن string وهذا من اسمه واضح انك بتحط وصف لشو هالملف عماله يعمل او شو هي الاشياء اللي بدك تعملها مع هالفليك القسم التاني رح يكون inputs يساوي ضمن curly brackets والقسم التالت رح يكون outputs كمان ضمن curly brackets وباعتبار انه نحن عم نتعامل مع لغة النيكس فلا ننسى الفواصل المنقوطة بنهاية كل بلوك هلا ابسط طريقة لشرح ال inputs هي انك تعتبرها مستودعات github اللي رح يتم استخدامها لتوليد ال outputs واللي بدورها ممكن انها تكون اي شي سواء حزمة بترغب بتثبيتها او config خاصة بالنظام او بيئة عمل خاصة بنيكس اللي يمكن عم تقولوا بينكن وبين نفسكن اني عمالي احكي عبري وما فهمنا ولا كلمة والحق معكن فخلينا ناخد مثال عملي عن ملف اللي فليك دوت نيكس لتفعيل السكيور بوت واللي رح يخلينا نفهم بشكل كامل كيفية التعامل مع الفليكس فلحتى نجيب ملف اللي فليك دوت نيكس اللي بدنا نستخدمه رح نروح للرابط التالي اللي كمان رح يكون موجود بسندوق الوصف ومنه رح نروح للانزا بوت سكيور بوت فور نيكس ومنه رح نروح من الكويك ستارت للهير وبهذا القسم هلأ الكويك ستارت ما رح اتعرض لها رح ارجع لها بعدين بس بالبداية انا بدي روح للقسم اللي هو configuring نيكس OS with flakes لانه بالقسم الاعلى في عندي طريقة تانية اللي هي NIG نحن اليوم موضوعنا عن الفليكس فرح ايجي لهذا القسم وانسخ كامل البلوك ورح ايجي لملف الفلتة ورح اعمل عملية لسق لكامل المحتوى اللي امت فيه هلا مثل ما اللي شايف وبشكل واضح تماما انه هاد الملف في الاقسام اللي ثلاثة اللي حكيت عنها من شوي فبدايته في عندي ال description بعدين في عندي ال inputs وبعدين في عندي ال outputs ال inputs تنتهي مع نهاية الكيرلي براكت والفاصلة المنقوطة وال outputs كمان تنتهي مع كيرلي براكت وفاصلة منقوطة هلا بالنسبة لل description فمتل ما حكيت هو بس عمالي يقول لي انه انا هون حاطت فليك بتقوم بتفعيل ال secure boot على نيكس او اس نيجي ل ال inputs وال outputs اللي هنن المحتوى الفعلي لال فليك فب ال input شايف انه انا في عندي رابطين في عندي الرابط الاول اللي هو مسؤول عن packages او حزم نيكس او اس بحد ذاتها واللي قايم بتعريف رابط ال github مستودع ال github الخاص بنيكس او اس والخاص بحزم نيكس او اس وبنهاية الملف او بنهاية الرابط في عندي النسخة اللي بدي استخدمها من هاي المستودعات هلا هذا السطر اللي انا رح قوم بتبديله رح بدله من النسخة غير المستقرة اللي ما حكيته انه هذا النظام اللي انا موجود عليه حاليا هو الاصدار الاخير 23.11 فانا بامكاني اما اني استخدم اصدار مستقر او اصدار غير مستقر من كل البرانشيز الموجودة على المستودع الاساسي هلا انا هاد الاصدار رح اغيره من الانستابل للاصدار الاخير رح احكي بعض لحظات ليش فرح اجي وغيرها ال 22.11 او 23.11 هاد الرابط الاول الرابط التاني اللي هو الان ثابوت الخاص بمستودع ال github بهاد البوت لودر اللي رح نستخدمه لتفعيل السكيور بوت فمتل ما حكيت شايف انه في عندي رابط اول ورابط تاني بالامبوت هاد هو كيف ممكن انك تفهم الامبوت بشكل مبسط هاللي حكيت اني بدلته من الانستابل لا الستابل ليش عملت هاد الكلام اولا لانه حزمة لان ثابوت اللي بدي استخدمها حاليا موجودة على المستودعات المستقرة بالاصدار 23.11 ولكن لو كنت على اصدارات اقدم مثلا 23.05 او اصدارات ما قبلها فالحزمة مالها موجودة على المستودعات ولازم انك تستخدم المستودعات الانستابل والسبب التاني انه بس لحتى يكون الفليك اللي عمالي استخدمها بهذا المثال متطابقة مع نسخة النظام اللي عندي اللي هي النسخة الستابل بس استخدام فليك انستابل مع نظام استابل ممكن اما فيما يخص الاوتبوت لو جينا لقسم الاوتبوت فباعتبار انه النيكس هي عبارة عن فانكشنال لانجويتش ففي عندي ستركتشر خاصة لكيفية كتابة اليمبوت او ال الكونفيريشن فايل ما رح ادخل بتفاصيل شو هي السيلف او النيكس باكيجز طبعا النيكس باكيجز واللان ثابوت بينين من اسماء هون انه خاصين بالحزم والحزمة الجديدة اللي عمالي استخدمها اللي هي اللان ثابوت بس اللي بيهمني اللي بيشي بعدها اللي هي النيكس او اس كونفيريشن وليس كونفيريشن لاني بهاد القسم الاوتبوت متل ما رح نشوف تحت ممكن اني عرف اكتر من كونفيريشن وحدة وليس وحدة فقط فالنيكس او اس كونفيريشن هلا السطر اللي بعده شايف انه في عندي ال او اس سيستيم هاد القسم او الكونفيريشن هي اللي بتسمحلي اما بتثبيت حزم اما بتغيير او اضافة كونفيريشن للنظامي الاساسي بدل ما اني استخدم ملف الكونفيريشن دوت نيكس فبهاد السطر شايف انه نحن باعتبار انه نزخناه من السودع الكلمة الاولى هي اليور هوست اللي جرت العادة بين مستخدمي الفليكس انه هالكلمة يحطوها هي اسم الهوست اللي عندك اسم النظام اللي عندك هلا انا هون شايف انه اسم النظام عندي اللي هو نيكس او اس فرح غير اليور هوست لنيكس او اس السطر اللي بعده واضح تماما اني عم استخدم معالج بمعمارية 64 بيت فلو كان في عندك معالج بمعمارية تانية فبهاد القسم كمان ممكن انك تغيرها نجي للموضوع الاهم الا وهو كيف نعمل كونفيريشن للنظام او كيف منضيف حزم جديدة هون بيجي في عندي القسم الثالث الا وهو الموديولز فبهاد القسم كمان شايف انه اول شي رح استخدم الموديول اللي رح يفعل عندي السكيور بوت اللي هو اللانسا بوت بس قبل هاد قبل هاد السطر كمان رح ضيف سطر تاني لانه شايف الكومنت اللي عماله يقلي عماله يقلي انه هاد ليس عبارة عن كونفيريشن كامل فلازم ضيف الكونفيريشن دوت نيكس تتذكروا انه انا بالبداية نسخت الكونفيريشن دوت نيكس من مسار الاي تي سي للمسار الحالي اللي موجود في ملف الفلايك دوت نيكس فرح نجي ونضيف سطر جديد وبهذا السطر رح قل له dot slash configuration dot نيكس الدوت للدلالة على انه ملف الكونفيريشن موجود بالمسار الحالي اللي فيه ملف الفلايك دوت نيكس هلا بعدين كمان شايف انه عماله يضيف حزم جديد وعماله يغير شوية configuration فالحزمة اللي رح ضيفها اللي هي sbctl هاي رح استخدمها ل secure boot بس بالفلايك كمان يعني شايف بالامكان اني ثبت حزم وبالامكان كمان اني غير بإعدادات النظام اللي عادة نعملها بالconfiguration dot نيكس فبهذا القسم شايف مثلا اني عمالي عطل الموديول الخاص عن systemd dash boot لانه هلا رح نفتح ملف configuration dot نيكس الاساسي ورح نشوف انه النيكس بيستخدم systemd dash boot بشكل افتراضي كboot loader وهي الطريقة المفضلة على نيكس الا اذا كنت انت بدك تستخدم اللي grab ولكن باعتبار انه نحن عمالنا نعمل secure boot فاستخدام systemd dash boot على نظام مثل النيكس او حتى كمان على arch تفعيل secure boot على arch اسهل طريقة هي انك تستخدم systemd dash boot فانا بهذا القسم رح عطل systemd dash boot ورح استعيد عنه بموديول جديد اللي هو lanza boot فبهاد القسم قلتله انه عطل الموديول وبعدين استخدم lanza boot هلا في اي اشياء تانية بدي غيرها بهذا الملف على ما يبدو انه هاد الشكل الصحيح للملف مثل ما اللي شايف انه في عندي اقواس منحنية في عندي اقواس عادية في عندي فواصل منقوطة هاي لغة نيكس اللي حكينا عنها بالفيديو السابق عن نيكس فرح نحفظ هاد الملف هلا قبل ما نجي لبناء النظام والاستفادة الفعلية من الفليك لا ننسى انه نحن عمالنا نقوم بهذا المثال لحتى نفعل السكيور boot فلحتى فعل السكيور boot لسه في عندي خطوة اولية لازم اني اعملها الا وهي اني استخدم حزمة ال sbctl هلا شفنا من لحظات انه هاي الحزمة انا ضفتها لملف الفليك بس لسه باعتبار اني ما عملت build لل system فهي الحزمة بعدها غير متاحة للاستخدام حتى لو قلت له sbctl رح لقوم بانشاء luuid الخاص بالمستخدم رح استخدم امر next shell كمان حكينا عنه بالفيديوهات السابقة فرح نقل له next shell space dash b ورح نقل له sbctl باعتبار انه الحزمة موجودة على المستودعات بعد ما يدخل للشل الخاصة بهاي الحزمة صار بامكاني اني استخدمها فلو قلت له sbctl رح شوف انه الحزمة جاهزة او command قابل للاستخدام فاول شي رح قل له sbctl status رح شوف انه فعليا يعني صد بقادر اني استخدمها اول امر بدي اعمله هو مثل ما حكيت اني انشئ المفاتيح الخاصة في فرح نقل له sudo sbctl space create dash keys فرح نعطيه الpassword ورح يقوم بانشاء uuid خاص بالowner هلأ بعد من انتهى من انشاء الكيس صار بإمكاني اطلع من هاي الصدفة او هاي الشل وارجع لصدفة النظام الاساسية فرح نقل له exit هلأ صار بإمكاني اني اعمل build للنظام من جديد فرح نقل له رح نستخدم الامر اللي استخدمته بالبداية اللي هو كان sudo space nex os dash rebuild switch بس اللي رح ضيفه اللي هو الفلاق التالي dash dash flake وبعدين space dot هلأ ال dot لحتى لحتى الامر يفهم انه ملف flake dot nex موجود بالمسار الحالي اللي انا فيه واسم ال host اللي حطيته بالflake dot nex مطابق ال host النظام هلأ لو كان ال host مختلف فرح يكون فيه عندي صيغة مختلفة شوي بس نحنا رح نفطرد انك مشيت مع good practices وحطيت نفس الاسماء او نفس ال host name ورح نقل له enter هلأ هاي العملية اول مرة بتقوم فيها ممكن انها تاخد شوية وقت لانها بد تنزل حزم من الانترنت فرح نستنى عليها لتخلص هلأ بعد ما خلصت عملية ال build لو قلت له ال اس رح شوف انه تم انشاء الملف اللي حكيت عنه اللي هو flake dot lock ما رح ادخل بتفاصيل هاد الملف لانك 99.99% من الحالات ما لك مضطر للتعامل معه ابدا هلأ لهون بيكون tutorial اللي flake خلص بس لسه في عنا تتمت el secure boot هلأ باعتبار انه عملنا ال build ونجح بشكل كامل فصار بإمكاني استخدم امر ال sbctl اللي ضفته لملف flake dot nix فلو قلت له sbctl status فرح شوف انه الامر فعليا متاح للاستخدام فأول شي رح اعمله رح نقل له sudo sbctl verify فهون رح شوف انه في عندي بعض المدخلات تم المصادقة عليها او تم توقيعها is signed وفي بعضها اللي is not signed ما في لاعي للألأ من الملفات اللي ما تم مصادقتها بس اللي ضل لازم اني اعمله لحتى كمل مع عملية تفعيل secure boot اني اعمل roll للكيز اللي عملناها بس لحتى باستخدام ال sbctl هلا هون ما في عندي ال mok اللي شفناها بالفيديو الماضي اول لازم اني ادخل من اعدادات ال bios ل secure boot وحطه بوضع setup هلا كيف بتقوم بوضعه بوضع setup هاد بيعتمد على motherboard او laptop اللي عندك ف لحتى تقوم بهاي الخطوة لازم انك تعمل عملية بحس بالاعتماد على motherboard او laptop اللي عندك انا ما بعرف شو هي اللي عندك بس باعتبار انه انا على ماكينة افتراضية رح اقوم فيها بشكل سريع وهلا لو رجعت وقلت له spctl status رح شوف انه setup mode enabled فبإمكاني اني كمل بالخطوة اللي بعدها الى وهي اني اعمل enroll للkeys فرح نقل sudo spctl enroll keys space dash dash microsoft فمتل ما شايف قال enroll keys to efi variables with vendor from microsoft enrolled keys to efi لو رجعت مرة ثانية وقلت له sudo spctl verify فرح شوف كمان انه لسه في عندي ملفات signed وملفات غير signed بس هلأ بإمكاني اني اعمل restart اخير فرح نقل sudo reboot ومتل ما شايف انه bootloader بعد وشغال هلأ ليش نحن بالأساس استخدمنا حزمة lanza boot لانه متل ما شفنا بالbootloader ومتل ما منعرف عن nyx انه هو بيقوم بانشاء generations مع كل مرة بتعمل فيها build للنظام فكل واحد من هدول generations لازم انك تقوم وتعمل عملية sign للbootloader ف lanza boot بيقوم فيها بشكل اوتوماتيكي هلأ بعد لو اجينا وتأكدنا اذا اشتغل عندي secure boot ولا لا فرح نرجع ل terminal مرة اخيرة ورح نقل sbctl status ورح شوف انه secure boot على nyxos اشتغل وما في داعي انك تقلق من تحديث النظام او عمل rebuild لانه متل ما حكيت انه lanza boot رح يقوم بالمصادقة والتوقيع بشكل اوتوماتيكي وبامان الله